موسيقى اهلا بكم معنا مشاهدين الكرام الى نشرة اخبار الثقافة من قناة عمان الثقافية والبداية مع ابرز العنوي قرية حرامل بولاية مسقط تاريخ من الحجر الصحي لأكثر من مائة وعشرين عاما الجمعية العمانية للكتاب والأدباء تقيم محاضرة بعنوان كوفيد تسعة عشر ومختبر القيمة الإنسانية موسيقى اهلا بكم بعد اكثر من مائة وعشرين عاما يعود العزل الصحي لقرية حرامل الواقع في ولاية مسقط جرى فيروس كورونا حيث كانت القرية اول منطقة عمانية طبق فيها الحجر الصحي في عهد السلطان فيصل بن تركي في عام 1896 لعزل البحارة القادمين من موانئ العالم الى ميناء مسقط ومطرح العزل الصحي في ولاية مسقط ليس بالجديد على هذه المدينة فقرية حرامل الواقعة في الولاية كانت اول منطقة عمانية استخدمت للحجر الصحي عام 1896 عندما امر السلطان فيصل بن تركي بحجر البحارة القادمين من شبه القارة الهندية لمدة تسعة ايام وذلك قبل دخولهم الى موانئ مسقط ومطرح لمواجهة خطر انتشار الطاعون الدبلي اسرع السلطان فيصل بن تركي باستار اوامره باقامة حجر صحي في قرية حرامل قاء اختيار قرية حرامل لعدة اسباب منها ان قرية حرامل تبعد عن ميناء مسقط القديم حوالي ميل ونصف الميل فهي بالتالي قريبة من مركز المدينة والسبب الاخر ان قرية حرامل تقع بين الجبال من جميع الجهات ما عدا جهة البحر وهناك سبب اخر ان قرية حرامل في تلك الفترة كان يسكنها عدد قليل جدا من الصيالين انشأت مجموعتين من الكارنتينات كما يطلق عليها الاهالي وهي غرف العزل واحدة للرجال والاخرى للنساء والاطفال وهي مبنية من الحجر والطين وتقع بجوار الجامع الحالي مقابل البحر وكانت تحتوي على عدد كبير من النوافذ التي تسمح بدخول الهواء من جهة البحر نحن في زمان نحن ما حد نحد عادة ولكن حدنا الكبرى موجود يعني المكان المستشفى موجود حتى في سر او ثنين اعتقد كذاك موجودات والمبنى موجود كامل متكامل بعدين عادة استوات عواصف وهذا في ثلاثة وسبعين ماذا كيبوا نكسر يكشل يعني شونكو فيها اشتري نكسر يكشل الريح أما المبنى المبنى موجود نحيدة وأما يوم يكيبوا عادة المرضى وهذا ما نحيدهم كان قبلنا يعني كان يجيبهم من الأخشاب يجيبهم من السفر يجيبهم مطرح ما ينزلوا مطرح الاول او مسخط ما ينزلوا الاول ما في حصائهم الطبيب ويجيبوا يجيبوا المرضى يجيبوا هنا هذا السفر ليس لنصح حتى الطبيب موجود هنا يقولوا عنه وتعتبر سلطنة عمان في مقدمة دول شبه الجزيرة العربية تعاملا مع الأوبئة والأمراض الفتاكة والأكثر تجربة في ذلك فقد انتشرت في عمان الكثير من الأوبئة كالطاعون والكوليرا في فترات زمنية مختلفة نتيجة انفتاحها ونشاطها البحري مع العالم الحمد لله كل شيء موجود الحمد لله كل شيء متوفر الحمد لله فضل الله فضل الحكومة كل شيء متوفر ماكي نقص أبد مثل المواد الغذائية التنقاص والتغلى وهذا الحمد لله كل شيء الأمور طبيعي وفي ضل العزل الصحي جراء فيروس كورونا يستثمر شباب القرية وقتهم في صيد الأسماك بعد أن اعتبرت من المهن المسموح بها بشرط التباعد الاجتماعي وأخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة إذ تطل قرية حرامل على بحر عمان الغني بالثروات البحرية وعلى رأسها أسماك التونة والمعروفة محليا بالسهوة والجيذر المفضلة على المائدة الرمضانية من منطقة للعزل الصحي قبل أكثر من مئة عام إلى قرية للصيادين تزخر بمختلف أنواع الأسماك هذه هي حرامل في زمن الكورونا أحمد بن سالم الكندي ولاية مسقط تقيم الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ممثلة في لجنة الدراسات والفكرة الأربعاء أولى فعاليات الصالون الأربعاء تتمثل في محاضرة بعنوان كوفيد 19 ومختبر القيم الإنسانية يقدمها عالم الاجتماع التونسي الدكتور مونير السعداني على قناة الجمعية بتطبيق زوم تأتي هذه المحاضرة ضمن أعمال الجمعية التي وضعتها ضمن خطتها للتواصل مع الكتاب والأدباء في ظل الجائحة التي أثرت على العالم كورونا كوفيد 19 والتي من شأنها أن تعزز التواصل الثقافي بين الكاتب والأديب العماني والجمعية متابعة معنا المهندس سعيد المحمد السقلاوي رئيس الجمعية العمانية للكتاب والأدباء المهندس سعيدة مسعليك بالخير والعافية ورمضان مبارك ولو تضعنا كده مع المشاهد الكريم في ظل الأنشطة والفعاليات خلال الشهر الفضيل وأيضاً ماذا لديكم في صالون الأربعاء الثقافي لهذا الأسبوع ومن الأربعاء الثقافي لهذا الأسبوع مساكم الله بالخير أشكر التلفزيون العماني على التفاتة هذه والاهتمام وفي الحقيقة في الأول والبداية أود أن نوجه تحية شكر وإجلال إلى اللجنة العليا المكلفة بمكافحة كورونا وعلى رأسهم معالي سيد حمود بن فيصل رئيس اللجنة وإلى الجميع وجميع الطواقم الطبية العاملة في عمان والتي تسهر على العماني وعلى المقيم على الأرض العمانية والتحية الأخرى لللجنة أيضاً على أنها أدخلت السرور والبهجة بسماح لبعض الأنشطة لفتح ممارستها والبدء بالعمل في تنشيطها من الناحية الاقتصادية وهذا شيء جميل ويتقبله المواطن العماني بفرحة كبيرة واستبشار بانتهاء كورونا إن شاء الله تدريجياً بالنسبة للجمعية العمانية الكتاب والأدباء طبعاً تأتي لجنة الدراسات والفكر في الجمعية كأحدى اللجانة التي تقوم عليها الجمعية وتنظم أنشطتها وتقدم فعالياتها والحقيقة أشكر للجنة هذا ولرئيسها هذه التفاعل وهذا الإعداد الهام الآن في اللجنة اتخذت قرار بعتبار أن الجمعية ستقيم صالون أربعاء طوال شهر رمضان كل أربعاء من كل أسبوع وبعد شهر رمضان سيستمر هذا الصالون في كل شهر كل أربعاء من كل شهر وهذه طبعاً أول مرة تقدم الجمعية أنشطتها عبر زوم ربا ضرة نافعة يعني نحن الآن نقدم عبر زوم وعبر قناة الجمعية أيضاً القناة اليوتيوبية وبالتالي يكون هناك تواصل طبعاً سوف تستضيف في هذه الحلقة عالم الاجتماع التونسي الدكتور منير سعيداني وطبعاً سوف تتناول هذه الحلقة مجموعة من المحاور من أهمها السوسيولوجيا من حيث المدخل ومن حيث المقاربات وتأثير كوفيد 19 كل ما يتعلق بكوفيد 19 وأثره على القيم الاجتماعية والإنسانية أثره على الاقتصاد أثره على حركة التقافية سوف يتم تناول وتدعم لتعامل مع كوفيد 19 طبعاً سماح وعودة بعض الأنشطة للمطابع وللمكتبات أيضاً ماذا يمكن أن يضيف هذا القرار إن شاء الله تعالى وماذا يحتاج أيضاً توعية منها؟ بلا شك نحن نشتغل في المجال الثقافي أو نعمل في المجال الثقافي تهمنا كثيراً المكتبات والمطابع ووسائل الإعلام لأن هذه هي المصادر والوسائل الناقلة والمنتجة للثقافة وبالتالي فتح المكتبات والمطابع وتسهيل أنشطتهم وعودتهم من جديد سوف يساعد على يعني مد الإنتاج العماني وسوف يساعد المثقف والقارئ العماني على أن يعيد التواصل بينه وبين هذه الثقافة التي تمثلها بواباتها تمثلها المكتبات والمطابع بلا شك كل التحية لك المهندس سعيد بن محمد السقلاوي رئيس الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ورمضان مبارك على الجميع إن شاء الله تعالى إذن مازلنا معكم في هذه المتابعات وأخبار الثقافة مستمرة معكم من قناة عمان الثقافية وتتابعون فيها بعد قليل تقليص المصاحات المخصصة للمكاتب في أمريكا بسبب ثقافة العمل في المنزل أهلا بكم من جديد الاستراتيجية التي استخدمت في علاج طفل رضيع كانت إعطاه العلاج مدة عشرة أيام ليسجل أصغر مريض بفيروس كورونا في تايلاند يتعافى وهو رضيع عمره شهر واحد يتعافى أصغر مريض بفيروس كورونا في تايلاند وهو رضيع عمره شهر واحد يتعافى من المرض بفضل فريق من الأطباء واستخدام مزيج من العققير المضادة للفيروسات وبعد مشاورات مكثفة مع صيادلة وخبراء طبيين آخرين قرر الفريق استخدام عققير مضادة للفيروسات لعلاج الرضيع وذلك حسب ما قال طبيب الأطفال فيصل مولا الصراط الذي عالج الرضيع بمعهد بام راسنا رادورا للأمراض المعدية في بانكوك الاستراتيجية التي استخدمت في علاج هذا الطفل كانت إعطاءه العلاج لمدة عشرة أيام أجرينا له فحصا صحيا كل يوم وبعد ثلاثة إلى خمسة أيام من ذلك أظهرت الأشعة السينية بوادر على تعفيه تدريجيا ورغم تحديات علاج رضيع عمره أقل من عام بسبب القيود على إعطائه أدوية معينة قال فيصل إن الأعراض لدى الطفل الصغير بدت أقل حدة من البالغين وسجلت تايلاند يوم الأربعاء خمسة عشرة حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة وحدة ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 2826 والوفايات إلى 49 في الوقت الذي يحاول فيه العالم التعامل مع جائحة كورونا دون توقف الأعمال ومظاهر الحياة بشكل كلي اكتشف العالم أنه آخذ في التغيير إلى أسلوب حياة جديد ومن هذه التغييرات وإمكانية العمل من المنزل مما شجع العديد من الشركات والمؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية لتقليص المساحات المخصصة لمكاتب الموظفين جائحة كورونا جعلت العالم يكتشف قدراته وإمكانياته بشكل أوضح ومن هذه القدرات العمل في المنزل الأمر الذي دفع الشركات والمؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية لوضع فكرة جديدة في عين الاعتبار وهي تقليص المساحات المخصصة للمكاتب بناء وتصميم المكاتب من الأعمال التجارية الرائجة في مدينة نيويورك التي تعد مركز المال والاقتصاد بأمريكا حيث يتم تشييد المكاتب إما بشكل مستقل أو في ناطحات السحاب التي تتمركز جلها في منهات وهي أرقى منطقة في نيويورك ولكن مع تطور التكنولوجيا أصبح تنفيذ الأعمال ممكناً من أي مكان وليس في المكتب فقط مما يهدد سوق إيجارات المكاتب أكثر من مليون متر مربع هو إجمال مساحة المكاتب التي تبنى حالياً في منهات فقط ويرى المحللون أنها ستبقى شاغرة لسببين أولهما صعوبة التوظيف حتى يتمكن الاقتصاد الأمريكي من التعافي والسبب الآخر هو تغير ثقافة العمل في أمريكا في فترة التعامل مع جائحة كورونا فالشركات ستتمكن من توفير ميزانيتها أو تشغيلها في أعمال أخرى عوضاً عن استئجار المكاتب وتجهيزها للموظفين طالما أنه بالإمكان تأتيت أعمالهم من المنزل وتشير الدراسات العالمية أن المساحة التي تستفيد منها المؤسسات والشركات في مختلف أرجاء العالم تتراوح بين 40 إلى 60% من المساحة الكلية للمبنى وهذا عندما كان الموظفون يعملون من مكاتبهم أي أن هناك مساحات زائدة عن الحاجة وتتحمل المؤسسات أعباء مالية بسببها ومع انتشار ثقافة العمل من المنزل سيكون من الضروري جداً تقريص مساحة المباني حتى يتم توجيه وتشغيل رؤوس الأموال بشكل أفضل ختاماً لنشرتنا الثقافية نعود هنا لتذكير بأبرز عنوينها قرية حرامل بولاية مسقط تاريخ من الحجر الصحي لأكثر من 120 عاماً الجمعية العمالية للكتاب والأدباء تقيم محاضرة بعنوان كوفيد 19 ومختبر القيم الإنسانية نلتقيكم بإذن الله تعالى في جولة أخرى من أخبار الثقافة نشكر لكم في المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة